سريعاً كلمونيا مجموعة كبيرة جداً من لعيبة أندية القسم الرابع والتالت والتاني وبرضو مش عايزين نحمل الدولة فوق طائطها لأنه النهاردة العمالة غير منتظمة دخلت على 2 مليون وبيدفع لهم على طول باستمرار حتى يضمنوا حياة كريمة الناس اللي فجأة لأوا نفسهم ما عندهمش شغل بسبب ظروف ما حدش فينا له يد فيه على الإطلاق والجميع بيحاول يتعاون قدر إمكان لعيبة القسم الرابع والتالت والتاني خلينا نقول التاني استثني منها الأندية اللي عندها فلوس كويسة زي البنك الأهلي زي سيراميكا زي فاركو فيه أندية عندها فلوس خلاص دي توفي لعباتها فيه أندية معدمة والتالت والرابع حدث ولا حرج حدث ولا حرج وبالتالي أتصور أنه اتحاد الكورة مع وزارة الشباب والرياضة اتحاد الكورة مع وزارة الشباب والرياضة وذا كان هناك إمكانية لمساهمة بعض أندية الدورة الممتازة اللي عندها إمكانية لده إمكانية لده يعني عندها فلوس إن شاء الله حتى تطلع نصف مليون جنيه أي حاجة اللي تقدر عليه مع اتحاد الكورة مع وزارة الشباب والرياضة لو قدرنا نطلع باجت هذه الأندية تقدر أن هي تدي جزء من مستحقات الجزء يعني ما يتيسر أنه يقدر يعيش لأن كل اللعيبة دي فتحة بيوت أكيد فتحة بيوت اللي عنده كذا واللي عنده كذا واللي عنده كذا كل دول عندهم عندهم التزامات وعندهم متطلبات فجأة هو قاعد في البيت الأندية دي كانت يدوبك بتصرف بالعافية يدوبك بتصرف بالعافية فجأة دول كلهم بقوا نفسهم قاعدين حتى لما جون يشتغلوا أشغال أخرى في بعض صحاب الأعمال يقول لك ده لعيب كورة بعد أما الكورة هترجح يسيبني ويبك كده يعني فهذا نداء إنساني واجب علي أن أنا أقوله وهنا بقى خص باتحاد الكورة ووزارة الشباب والرياضة وربما بعض الأندية المصرية في الدولة الممتازة اللي عندها إمكانية المساهم كلنا يا جماعة على الوقت في لحظة تكافل اجتماعي كلنا في لحظة تكافل اللي يقدر يعمل حاجة بيعملها لازم يعملها وبنشوف حياة مساهمات عظيمة جدا من المصريين القادرين والمؤسسات القادرة ومصر فعلا أفرزت معدنها النفيس العظيم والمصري قدر أنه هو في هذه المحنة يوري فإحنا درنا أن احنا برضو نلقي ضوء على بعض الأماكن ربما اللي مش باين عليها الضوء شوية نتمنى أن يحدث هذا بمشيئة الرحمة ترجمة نانسي قنقر